والله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة نتابع فيها عدة أخبار في مختلف الجهات التونسية موقف سياسية وباش نبدأ بولاية السفاقس اللي تنتفذ اليوم إذ رابعا في القطاع الخاص خطابات يعني حماسية من قبل اتحاد الشغل سواء قيادة في المركزية النقبية أو في الاتحاد الجهوي للشغل بسفاقس شنو الأوضاع بولاية السفاقس كذلك باش نترقو إلى بعض المواضيع المجانبة في هذا الفيديو في البداية فضلا وليس أمرا كان انت أو المرة تسمع فيها ما تنسيش تعمل اشتراك في القناة تدفع للجرس باش تصلكم الفيديوهات القادمة اليوم نحكيو على ولاية السفاقس اللي تعيش على وقع إذ رابعام في القطاع الخاص بجهة السفاقس شنو معناها يعني كل القطاع الخاص باش يشارك في إذ رابعام اليوم رغم تحذيرات عدة خبراء رغم تحذيرات جهة حكومية من إنه الإذراب روما يخدمش تونس في الوقت الحاضر اليوم تونس في أزمة اقتصادية خانقة تونس ما زالت ما تحصلتش على قروض فما صعوبة في الحصول على قروض في المستقبل بعد تصنيفات موديز فما تهديدت من دول غربية أنه تقطع القروض أو المساعدات أو خليني نقول القروض والاتفاقيات والهيبات على تونس وبالتالي احنا في وضع صعب جدا اليوم أبرز شعار تم رفعه في التجمع العمالي الحاجد اللي جمع في مدينة اسفاقس بمقر الاتحاد الجهوي للشغل أبرز مطلب هو زيادة في الشهرية حق مشمزية اللي توا معناه في الوضع الحالي هذا صحيح الظروف صعبة صحيح الظروف المعيشية معناها قاسية ولكن خلينا ننظر من منظور كامل وشامل لما يحدث في تونس هل هو وقته توا بيش نطالبه بالزيادات ونبدأه في الإذرابات بعد ما شدت رئيس الحكومة العمل لمتاحها يعني منذ فترة قصيرة جدا بدأ اتحاد الشغل يتحرك ديوغة قابل نوردينة طابوبي مع نجلة بودان في الساعات الماضية وكان لمح وحكيه على أنه معناه مش تبدأ المفاوضات في عدة قطاعات وبش تبدأ المطالب بزيادة في الأجور تبدأ الإذرابات والإحتجاجات وإلى غير ذلك ويبدأ الاتحاد يمارس في الضغوط متعه اليوم أول تحرك هو من ولاية اسفاقس اليوم شفنا خطب حماسية جدا من الكتب العام للاتحاد الجهوي لشغل باسفاقس شفنا أيضا حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد للاتحاد العام تونسي لشغل من المركزية النقبية التي توجه بنفسه إلى ولاية اسفاقس للإشراف على هذا الإذراب وإلقاء خطبة في تجمع عمالي حاشد وكبير جدا هل هو اليوم وقت الإذراب العام في تونس اليوم في حاجة للناس الكل أنه تقف مع الدولة تونسية نمنع الدولة من الغرق بعد نطلبه المفروض مش وقته توا اللي أحنا نطالبه بالزيادات ونعملوا الإذرابات لأنه إحنا بش نغرقه الكل تونس معناه في وضعية لا تحسد عليها من كل النواحي نجيه أحنا توا نقوله نوقف العمل ويوم إذراب عام في القطع الخاص أو في القطع العام عنده كلفة باهظة جدا جدا خليني نقول وإنه يعني المطالب تنجم تكون رهي مشروعة ولكن التوقيت توقيت اختيار المطالبة بها لازم يكون في إطار يعني الوضع العام في البلاد الكل نجمه نأجله شوية حتى الوين نفهمه سيحة أحنا ونماشيين نشوفه نحلوا مشاكلنا مع صندوق النقد الدولي مع الولايات المتحدة الأمريكية مع الاتحاد الأوروبي خبراء اليوم يحكيوا على إفليس خبراء يحكيوا على إمكانية تباعة الأوراق المالية يعني من قبل البنك المركزي ولهذه خطوة خطيرة جدا وتدر على الإفليس خبراء يحذروا من سيناريو اللبناني أو اللبنانة يعني رهيب جدا ما يحدث خاصة معنية رقيمة الدينار التونسي واختلال الميزان التجاري في الدولة التونسية يخلينا يعني نتسألوا عليش ديما نوصلوا إلى هذه الضغوط اللي تأدي بنا إلى الوراء ومش الخلف نجم تكون قولة المطالب مشروعة متاع العمال والطبقة الشغيلة في سفيقس وفي ولاية أخرى زيدة ولكن الوقت واختيار التوقيت والضغط بعد مباشرة ما بديت بودن تشتغل نلقا وبديت الضغوط من اتحاد الشغل خلني نحكي على نقطة مهمة أخرى في ولاية سفيقس اللي هي الفضلات ما صبت الفضلات اللي منتشرة برتو واللي يعني ما شاهد شفناها خايبة برشة من ولاية سفيقس عاصمة الجنوب اللي هي سفيقس يعني معروفة تسمى عاصمة الجنوب مدينة كبيرة يسر عريقة جدا مهمة جدا حتى في الميزان الاقتصادي والمكانة في البلاد التونسية للأسف الشديد اليوم فما تخاذل كبير من قبل الجهات المختصة وصلة المعنية خاصة في مجال المحيط والبيئة والنظافة اللي فما انتفاض كبير اليوم على خلفية الوضعية الكارثية للبيئة والمحيط في ولاية سفيقس بجهة عامة هذا ما يخص ولاية سفيقس اخترت اني نحكي على بعض المواضيع الاخرى اللي متعلقة بقيس سعيد رئيس الجمهورية لفما ضغوط اخرى ايضا عليه نلقاه وانه مجموعة من المساعدين البرلمانيين تقريبا عددهم حوالي 29 مساعد الكلهم وجهوا رسالة الى رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد ما تم ايقاف اجورهم منذ يوم 25 جوليا اللي فيت وتم اعلامهم بفسخ العقود متاحهم يوم 22 اكتوبر الحالي من غير سابق اعلام المساعدة البرلمانية لكتلة قلب تونس امال قاسم قالت اللي عددهم المساعدين هذوم 29 الاجور متاحهم تتراوح بين 800 دينار ومليون ونص وطالبت بتوضيح الوضعية متاحهم ورفع ما قالت هي وما وصفته بالمظلمة اللي اتعرضوا لها وخلاص الاجور متاحهم اللي توقفت منذ جوليا اللي فيت وقالت اللي اغلب المساعدين البرلمانيين يشتغلوا في الخطة هذي منذ 2017 يعني مهم جيين مع البرلمان متاع 2019 نلقوا ايضا في بقية الاخبار المتفرقة الامين العام لحركة شعب زهير المغزيبي يعتبر انه 25 جوليا هو تاريخ الثورة ضد حركة النهضة بعد ثورة 2011 باعتبار ما عرفوا 25 جوليا من احتجاجات ضد الحركة حركة النهضة الشيء اللي ادى الى اقتحام وحرق مقراتها من قبل المتظاهرين وقال اللي شعب التونسي هو لأسقط حركة النهضة مش رئيس الجمهورية ولا الاحزاب السياسية واعتبر انه ما راج مؤخرا على التراجع ثقة المواطنين في رئيس الدولة اعتبر المغزيبي انه سبر الاراء الاخير يؤكد مرة اخرى انه قيس سعيد ما زال يحظى بثقة التونسين لانه النسبة تبقى مرتفعة وقال المغزيبي اللي راجد الغنوشي وحركة النهضة المهمش بش يحكموا مرة اخرى لن يحكموا مجددا يعني في تونس خاصة بعد احداث 25 جوليا واعتبر انه النهضة مرتبطة بدوائر استعمار اجنبية شبكات فاسد داخلية وحمل حركة النهضة انفلية الوضع الوبائي ومن جر عنه من وفيات بسبب تقعصها في التعامل مع جائحة كورونا ولاحظ انه شعب التونسي هو لأسقط حركة النهضة وازح من الحكم لا بطريقة عسكرية ولا بطريقة امنية كما صار في بعض الاقتار العربية وقال ان اللي صار في تونس هي سيبقى في التعامل مع الاسلام السياسي في الدولة التونسية اشتركوا في القناة